بسم الله الرحمن الرحيم أهم أدوات العلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم أو في الدولة الإسلامية وقت السلم أهم هذه الأدوات هي تبادل الرسل والسفراء الأمر الثاني التبادل التجاري والاقتصادي والأمر الثالث هو التفاوض والتعاهد كأداف العلاقات الخارجية تبادل الرسل والسفراء معنى الرسل والسفراء أرسل الشيء معناه أطلقه وأهمله وأرسل الرسول يعني بعثه برسالة ورسل الله أي من بعثهم الله بالكتب والوحي إلى الناس ورسل الملوك أو رسل الدول من يبعثونهم بالرسائل والمواثيق والاتفاقيات وغير ذلك وتسمى الرسل بالسفراء لأنهم سفراء الله إلى عباده والسفير هو الوسيط ومن ذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال أبو رافع وكنت السفير بينهما أي الوسيط فمعنى الرسل والسفراء أي هم من يبعثون أو من يرسلون بالرسائل والمواثيق والاتفاقيات وهؤلاء الرسل لهم حصانة ولهم شأن عند الدول فلا يجوز الاعتداء عليهم ولا قتلهم مهما كانت العلاقات بين هذه الدول وأول من أعطى حصانة للرسل والسفراء هو الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أنه أعطاهم حصانة تمنعهم من الإذا والقتل ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما وهذا حينما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسلا من من كان بينهم وبين المسلمين عداوة وقتال فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الرسل لا تقتل مهما كانت العلاقات بين هذه الدول أو هذه الجهات فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى الحصانة الدبلوماسية للرسل والسفراء منذ أربعة عشر قرنا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة أو في بداية السنة السابعة حرص صلى الله عليه وسلم على توصيل الإسلام إلى استقاع الأرض وإلى بقاع الأرض فأرسل صلى الله عليه وسلم رسله إلى ملوك ذلك العالم أو إلى ملوك العالم في ذلك الوقت فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة أرسل له عمرو بن أمية الضميري وأرسل كذلك إلى المقوقس زعيم مصر حاطب بن أبي بلتعة وأرسل إلى كسرى ملك الفرس عبد الله بن حذاف السهمي وأرسل إلى قيصر ملك الروم دحية بن خليفة الكلبي وأرسل كذلك إلى المنذر ملك البحرين العلاء بن الحضرمي وأرسل إليه العلاء بن الحضرمي وأرسل كذلك إلى هوذة بن علي ملك اليمامة أرسل إليه سليط بن عمر العامري وأرسل كذلك إلى الحارث الغساني ملك دمشق أرسل إليه شجاع بن وهب الأسدي فهؤلاء كلهم الرسل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العالم وكان الهدف الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى إقامة العلاقات وإقامة الرسل وتبادل السفراء إلى غير ذلك من العلاقات التي كان يهدف إليها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرسل وكان يقول يدعوهم إلى الإسلام اسلموا أسلموا أسلموا تسلموا هذا فيما يتعلق بتبادل الرسل والسفراء وإقامة العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول فإن هذا له أصل في ديننا وله أصل في الدولة الإسلامية والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أسس هذه العلاقات وهذا التبادل للرسل والسفراء فبالتالي إقامة السفراء والعلاقات الدبلومسية بين الدول هذه من المهام التي تقوم بها الدولة الإسلامية أيضا التبادل التجاري من أدوات العلاقات الدولية في الإسلام التبادل التجاري ومعنى التبادل التجاري هو التبادل الطوعي للبضائع أو الخدمات أو كليهما معا ويستخدم هذا المفهوم اللي هو التبادل التجاري للدلالة على التبادل بين كيانات أو بين دول وليس بين أفراد وذلك أن الحاجات تتعدد بين الدول فهناك دول منتجة وهناك دول مستهلكة وهناك دول توجد بها صناعات وهناك دول توجد بها المواد لهذه الصناعات ولذلك لا يمكن أن تنفر الدولة عن بقية الدول الأخرى وتستطيع أن تلبي جميع حاجاتها فكان لابد من التبادل التجاري بين هذه الدول حتى ينعم شعوب هذه الدول بالعيش الرغد وبالرفاهية وبالكرامة في ظل هذا التبادل تبادل المصالح والتبادل التجاري بين هذه الدول إذن هذا من أهم العلاقات أو أدوات العلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم أيضا التفاوض والتعاهد كأداف العلاقات الخارجية بين الدول والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة عمل المعاهدة المعروفة بين المسلمين وبين اليهود الذين كانوا في المدينة ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل دعايم العلاقات الدولية والعلاقات الخارجية في الدولة الإسلامية بكتابة المعاهدات وإرسال الرسل التي ذكرنا سابقا فهذا كله يدل على أهمية هذه الأدوات في العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية وقت السلم هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر